السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم معنا النهاردة في فيديو جديد النهاردة هنتكلم عن كيفية الحصول على نسخة احتياطية للصور بتاعتنا وجميع منشوراتنا وفيديوهاتنا اللي موجودة على الفيسبوك بطريقة سهلة وبسيطة جدا بإذن الله مبدئيا يلا بينا على طول نبدأ الشرح ويا ريت قبل ما نبدأ الشرح تشتركوا معنا في القناة واتفعلوا زرار الجرس يلا بينا اهلا بكم معنا النهاردة مرة تانية وكيفية الحصول على نسخة احتياطية من جميع بياناتنا والصور الخاصة بينا على الفيسبوك بطريقة سهلة وبسيطة جدا بإذن الله مبدئيا هندخل على الفيسبوك بتاعنا الصفحة بتاعتنا اللي احنا محتاجين اننا نعمل نسخة احتياطية منها حنيجي هنا على الثلاث الشرطات اللي فوق خالص على الشمال دول حنيضغط عليهم بالشكل ده وهنا هنطلع على فوق خالص لعندي كلمة الاعدادات والخصوصية زي ما احنا شايفين حنيضغط عليها بالشكل ده وهنا هنطلع علينا قيمة الاعدادات مع بعض هنضغط عليها بالشكل ده عيزر معايا القيمة اللي حضراتكم شايفينها دي حاطلع لفوق بالراحة كده ننزل لتحت لعندي كلمة تنزيل معلوماتك و نقل نسخة من الصور والفيديوهات الخاصة هم دول الجزئين اللي حنتكلم عليهم النهاردة وكيفية الحصول على نسخة احتياطية كاملة لجميع بياناتك سواء منشورات سواء رسائل ما بدأ ايا لو دخلنا على كلمة تنزيل المعلومات مع بعض هنمشي خطوة خطوة هنا هنقدر نعمل نسخة من المنشورات الصور والفيديوهات زي ما احنا شايفين مع بعض التعليقات تسجيل الاعجابات الاصدقاء القصص بص كل حاجة عملتها على الفيسبوك من اي استخدام اشعار او اي مشكلة اي حاجة حصلت عملتها على الفيسبوك تقدر تاخد منها نسخة احتياطية بتعلم صحة على كل اللي انت محتاج تعمله نسخة احتياطية وبعدها بتضغط على كلمة كل بياناتي دي كل بياناتي وبتختار الجودة وبعد كده بتضغط انشاء ملف لو ضغطنا انشاء ملف هنا بيعمل لي ملف بيضفهولي على حسابي في جوجل وبعد كده اقدر استعيد الملف من منشورات سواء تعليقات اي حاجة خاصة بالفيسبوك بسهولة جد موضوعنا النهار ده هو كيفية نقل نسخة من الصور او مقاطع الفيديو الخاص سابق وهي المرحلة دي تقريبا بنضغط عليها واول ما نضغط عليها هنا بيقول لي يمكنك انشاء نسخة من الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بتحملها الى الفيسبوك ونقلها الى خدمة اخرى يعني تنقلها تطبيق تاني تنقلها على الكمبيوتر براحتك المهم انه هنديك نسخة احتياطية من فيديوهاتك والصور بتاعتك ولكن اختيار الوجه هذا هو المكان الذي سيتم نقل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك اليه وبعد عملية النقل يتم تطبيق شروط وسياسات هذه الخدمة على استخدامها للصور ومقاطع الفيديو الخاصة هنضغط على الكلمة هنلاحظ مع بعض الخانة او الجزئية اللي خاصة باختيار الوجهة بندغط على اختيار الوجهة بالشكل كده بالشكل ده بيظهر لنا الخيارات المكان اللي انت هتحفظ فيه الصور والفيديوهات الخاصة بك فطبعا من وجهة نظري انه طبعا كلنا هنختار صور الخاصة بجوجل هنا بعد ما اختار كلمة صور الخاصة بجوجل بيبدأ يديني يقولك انت عايز تنسخ الصور ولا مقاطع الفيديو فانت بتختار اللي انت محتاجه وليكن مثلا هختار الصور بعد ما اختار الصور بضغط على التالي بالشكل ده هنا طبعا هيقول لي دخل لي البسورد الخاص بك هنا هيقول لي الاول سجل دخول من جديد على الموقع فطبعا كلنا مش مسجلين هنا معظمنا فابعمل ايه فتح في كورون مسلا هكون افضل اول تبيل بريد بتاعي والالكتروني هنا وبعد ما اكتبهم بيتم نسخ جميع بياناتي على جوجل للصور تمام هعمل خطوة للورق وحدخل على نفس المكان اللي هو نقل الصور ومقاطع الفيديو وبعدها هنختار الوجهة وهنختار جوجل وهنعمل نفس الخطوات لكن المرة دي مع الفيديو تمام هضغط على كلمة الصور واختار مقاطع الفيديو وهضغط التالي لنفس الطريقة ونفس الاسلوب هيتم تحويل تسجيل للدخول بالشكل ده ومن هنا يكون قدرت ان انا اعمل نسخة احتياطية كاملة لحسابي او صوري وكل بياناتي اللي موجودة على الفيسبوك تحسبا لو في مشكلة او في اي خطأ اقدر من خلال النسخ دي اقدر ارجع كل بياناتي بسهولة تامة على صفحتي على الفيسبوك بكده يكون قدرنا نوصل صورة كاملة لحضراتكو عن كيفية استرجاع نسخة من الصور او المنشورات او اي حاجة امنة بيها على الفيسبوك حتى الاعجابات نقدر نرجحها بطريقة سهلة وبسيطة بكده يكون شرحينا انتهى النهاردة وياريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة